السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم من جديد مع شهيوات أم عبير وفي هذا الفيديو ان شاء الله سنرى الحريرة المغربية في صلصة طماطم منزلية لديدة بزاف تعطي الحريرة دينا وحد البنة منعاوش لكم وبقوا معنا بشوفوا الطريقة وكيما تعودنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وندوزوا الطريقة تحضر وكي نجدو الصلصة طماطم دينا سنحتاج الواحد الكيلو دينا الماطيشة طماطم ونعملوا معها ربع كيلو دي الفلفلة الحمراء ومن الأحسن نختارو ديك الطماطم لكي تكون حمراء وطيبة يعني باش كاتجينا الصلصة غالب عليها اللون الحمر كتجيب حل الطماطم المركزة هذي نجيبو الطنجرة دينا ونبدو ننقي وغيدك الراس ديال الطماطم صفي وغاد نقطعوها هكذا على الأربعة وغاد نحطوها في الطنجرة ونكملوا بتاكي نكملوا داك الكيلو ديال الطماطم بهالطريقة هذي كنعملوها بزرعة بكل شي لأنها مني كتطيف الطنجرة ديال الضغط غاد ننتحنوها وغاد نصفعوها من داك الزرعة ودك شي اللي كيبقى داك القشر ديالها صفيوك تبقى عندنا صلصة يعني ملساء وزوينة انتم ما تشوفوا معاي الطريقة ان شاء الله كنستمروها كداتك نكملوا داك الكيلو كامل وغاد نمرو قد ننقى واحدة الفلفلها الحمرات تاهاية وغاد نزولو من هذيك الزرعة للدخلانية فعلا كده صراحة فتجربت انا الطريقة هذي رغم ما شاء الله كتجي لديه داك الكثير في الحريرة وذيك صلصة يعني بدك اللون الاحمر كتجي طماطين مركزة وغاد شوفوا معاي الطريقة باش كنحتفظ بها في كونجيلاتور يعني كسبقى عندنا مدة طويلة وكنحتاجوها هكذا في صلصة يعني البيتزا او لا او لمعليبات او لا يعني اكدف اي حاجة نحتاجو فيها صلصة ديال الطماطين قلقوها هذي بحر رحمة يعني موجودة وغاد نستمرو تاكي نكمل هذيك ثلاثة ديال حبات الفلفلها اللي عندي صافي وغاد نقفل عليها هذي تنجرة ديال الضغط ما غاد نزيدو اللاملة حاجة لان الطماطين قطلق المدية لها غاد نستعو لها وغاد نخليها فوق النار وتكون النار يعني متوسطة ماشي مجهدة تقريبا مدة اه ربع ساعة لان الطماطين مضغية كالطيب ربع ساعة وغاد نطلع لها صافي دابا غاد نستطنجرة ديالي وغاد نرضى فوق النار طيب وبعد ما كالطيب كنناخدوها كنقلبوها لها كده شيئينة اولاس بقانيس في الكوكوت ماشي مشكل وغاد ننطحنوها مضطرة بهادك الباتور اللي يداوي صافي ولي ما عندوش يعملها في مونينيكس ماشي مشكل فحل فحال وغاد نطحنوها مزيان وغاد نصفيوها ضروري نصفيوها لانا كنزولو منها هاليك الزر يعلي فيها وغاد نزولو منها احتدك القشر ديالها وبعد ما طابت هنتم اشوفوا طباك اللالوين كيف خارج يعني كتجي تنصح مرا وغاد نصفيوها دابا هكذا بسباتول كم بدان نصفيوها مزيان تما كيبقى في اولو يعني غادك القشر هو اللي كيبقى وغاد نرضوها فوق النار هدي مبدان نحركوها حتى كاتنشفلينها مزيان كاتتقال كاتعقد وغاد نضيفو لها واحد ملقة ديال الزيت ملقة كبيرة ديال الزيت انا عملت زيت زيتون وغاد نضيفو لها واحد شوية ديال الملحة يعني غي واحد شوية القياس صافي بكتولينا صلصة غاد نخليوها حتى اتبرد يعني حتى تعقد وغنطفعو عليها ونخليوها تبرد عاد غنعملوها في الليمون ديال السيليكون باش مني كنحتاجوها كنلقوها لما سهلة كنناخدو القياس اللي بغينا كنتحكمو في القياس اللي بغينا نجبدو من الكنجيلاتور ودابا غاد ندوزو المقادر ديال الحريرة غاد نحتاج من الزلافة ديال طماطم هاد الطماطم اللي صيبنا اه حيتمنا واحد زلافة والباقي غاد نعملو في الليمون سيليكون غا نحتاجو لطريفات ديال اللحم وفي التوابل غاد نحتاج الملح سكين جبير شوية ديال ابزار والخرقوم الخرقوم البلدي ومعلقة صغيرة ديال السمن واحد البصلاء يعني مشلدة والقياس ديال القصبر والمعدنوس يعني جوج المعالقة تلق زبور جوج المعالقة ديال المعدنوس والكرافس ضروري الكرافس يعني واحد ديال ربطة صغيرة ديال الكرافس والعدس راني عندي زلافة ديال العدس مفزقاها بقبل يعني بساعتين قبل والحمص تهوه يكون مرتب ليلة قبل صافي وغاد ندوزو دابا الكوكوت طنجرة ديال نفرن طيبو وغاد نعملو البصل والوغل وغاد نعملو طريفة ديال اللحم انا كانوا عندي مكونجلين ننتم عملوهم هكذا باقي ترين من الاحسن صافي وغاد نددن نضيف التوابل هذي كلمع القادية السمن السمن كيعطيها واحد للداء غزالة ونعملو الملح ووسكين جبير والابزار والخرقوم ادوما التوابل اللي كيكونوا في الحريرة صافي غاد ننفرغوهم كاملين وغاد ننشحرهم فوق النار مع شوية ديال الزيت غاد نعم شوية الزيت بلدية غاد نعمل قياس فنها تشحر لي هذي الخالد وعدك ساعة ننضيف الزيت مين نحتاجها صافي غاد ننوضع كل شي تشحر ونرجع معكم صافي هنا بدكت تشحر لي الخالد واسئل بنا ديال الحريرة ولا ديال اي حاجة نطيبوها هي اياه نخليه العافية تكون مهيلة وننشحره يعني هذيك العملية ديالتشحر ضرورية فيها كتنساج من لنا المكونات اللي عندنا صافي هنا عملت زلفة ديال العدس وزلفة ديال الحمص غاد نعمل القصبر والمعدنوس والكرافس وغاد نزيد نشحر المكونات وذيك الصعصة ديال الطامة طيب احتها هي غاد نعملوا عذابة وصافي غاد نشحر لكل انتوما تشوفوا معايا بعدما كنشحر هذي المكونات مزيان تقطع لديك البصيلة وصافي والمكونات كاملة كتنضامج وغاد نمرقوه يعني نعملوا القياس ديال المارق ديال الماء وغاد نحاولوا ان نحركوها شوية وصافي وغاد نردوها الطيب نصدو التنجرة ديالنا غاد نردوها الطيب هنا رانيزدوها شوية ديال الزيت تقريبا نجهد نصف كاس ديال الزيت نصف كاس ديال الزيت نصف كاس صغير صغير وغاد نردوها الطيب وهنا بنسبة لطاعة طيب ديالنا مني بردات كنخلي واحدها كتبرد مزيان هنتو مشتو هذي نعملها في الليمول ديال السيليكون ننفرغها في الليمول السيليكون باش مني كان نحتاجها كنجبدا كتكون يعني كان عارف القياس اللي غاد نحتاج سواء في الليبات سواء في البيتزا او لا كنلقاها زي ما كتعاون بزيف سوفيك نفرغ في الليمول السيليكون داك الخالد داك الطاماطي وغاد نحرك داك المول شوية باش كتا ما كبقاش عندي الهواء في الداخل وفي الصباح مني كتب مني كتنخرجها من المجمد كتولي على هذا الشكل يعني كتجينا اغزال الصراحة احتفل منظر ديالها كتشهي يعني كتشهي سوفيك نجمبها في شطاصة ديالزاج ونخليها في كونجيلاتور فق ما احتجيناها هنا بعد ما طابت لي الحريرة انتم ما كتشوفوا يعني طاب الحمص والعدس سوفيك نضيف الشارية عندي هنا عندي هنا تقريبا نصف زلافة ديالشارية منيك نضيف الشارية نبدو نحركوها باش ما تلصقش لنا في القعر ديال ديالتانجرة قدي بدو نحركو وهنا عندي واحد جوجة المعالق ديال الطحين انا عملت الطحين ديال ناشر البطاطس انتم ممكن لكم تعملوا غير فورس الطحين ديالفورس جوجة المعالق مع شوية الماء وغادي تدورو بالحريرة ديالكم سوفي هنا بعد ما دورت الحريرة بالطحين حتى نعملو الشارية تقريبا واحد عشرة ديالتقائي قاعد كنعملو الطحين وسوف نبدو نحركو في الطحين تاكي يطاب لنا قطاب لنا الحريرة مزيان وكتجي على هات الشكل هذا وبصحة والراحة الحريرة مغربية مكينش محسن منها كتجي رائعة في المدق غزالة نتمنى تجربوها بعد طريقة هادي وبهذا الصلصة ديال الطماطم اكيد غدي تعجبكم وإلا جربتوها خليوا ليتعليق لتحت كنفرح بزف التعليق ديالكم وبتشجاعة ديالكم والحرراركم كتعملوها على حسب كيف كتبغيوها انتو مخفيفة اما تقيلة كيبقى داك الشي اللي حسب الحسب كنتو مع الحسب الاضواق يعني اللي بغاها خفيفة كيدير الفورس يعني ما كيكتروش واللي كيبغي الحررارة تكون تقيلة اكيد كي تقل الخالد شوية ديال الطحن صافي وهكذا كالجيحرة ديالنا من شهيدكم نتمنى ان شاء الله تشجعوني باللايكات وبالتعليق ديالكم وبكم ان شاء الله غدي نزيد القدام تحية لكم كاملين وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله مع واحدة الوصفة رائعة غدي تعجبكم بالسفر ان شاء الله خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته